اشتركوا في القناة صحة وسعادة سامعيكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير فهذا اليوم الجميل يوم الأثنين اللي يبعد خطوتين على الخميس الونيس صبحكم نور وسعادة وإيجابية وأهم شيء الإيجابية عشان نكمل باجي الأسبوع ونحقق كل طموحاتنا وكل الأمور اللي كنا مخططينها لهذا الأسبوع هذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة ويمقدمة البرنامج دكتورة نادا الملة معي اليوم مخرج أيمن سرحيل وبس خلص طاقم البرنامج بس أنا اليوم أنا وأيمن روحنا في الستوديو محمود قال بيغيب صح محمود؟ أسأل الله أن يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيغنيكم ويجعلكم من السعداء في الدنيا والآخر اللهم آمين صباحك الله بالخير دكتورة صباحك الله بالنور نعمجنا مثل ما تعرفون تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هاية الصحة في دبي DHA underscore دبي على الإنستجرام طيب اللي حابي تواصل معنا على الأرقام اللي ذكرناها تولا لكن دكتورة يعني ما نبتدي أول شي برنامجنا بدراسة تقول أن علماء من جامعة هاي قريها أنت خرون أتغطي هرونينج لأن الخاف الهولندية ها هرونينج أوكي ممكن هرونينج الهولندية أنا بعض أنواع أدوية الربو تسبب للأطفال كوابيس وبعض المشاكل النفسية حيث تستخدم حواصر الليكوترينات على نطاق واسع في معالجة أعراض الربو عند البالغين والأطفال فوق عمر السنتين ومن أشهر الأدوية يأتي شو اسم هذا الدواء دكتورة؟ منتلوكاست هذا عبارة عن شو دكتورة؟ دواء ينعطى مثل وقاية من إصابة بالربو بس يتخذ طول العمر تقريبا عموما هذا دائما ما يوصف للأطفال ويصنف من أفضل أدوية القرن الحادي والعشرين لمعالجة هذا المرض لكن بعض الخبراء أكدوا أن الآثار الجانبية التي يتركها هذا الدواء قد تشكل خطرا على الحالة النفسية خصوصا عند الأطفال للتأكد من تلك المعلومات قام الخبراء في جامعة هورنغن صاشي؟ هورنغ هورنغ الهولندية بدراسات شملت أكثر من ألف طفل وصف الأطفال لهم تلك المادة الدوائية حيث تبين أن أغلب الأطفال الذين تعاطوا هذا الدواء لفترات طويلة نسبيا بدوا يعانون من مشاكل نفسية وأحلام ليلية مزعجة بالإضافة لتلك الأعراض لاحظة العلماء أن تعاطي هذا الدواء يؤدي مع مرور الوقت للإصابة بنوع من التهابات الأوعية الشعرية الموجودة في الرئات فضلا عن أنه يترك تأثيرات خطيرة على القلب والكلام شو رأيت؟ دواء زين ولا مفزين؟ هو الدواء زين محمود فعليا لو نتكلم بالمنطق أنه لو فتحنا حتى الدواء الخافض أو الحرارة لو مثل الأدول لو فتحته أنت شفت الرشدة ما أنت شو مكتوفية لو قريتوا عن الآثار الجانبية للأدول نفسه وهو يمبع في البقالات وناس تأخذها بالاستمرار وكل حد يأكله بتلاحظون فيه آثار كبيرة على الكلة والقلب وغيرهم ولكن الدراسات لما يسوونها العلماء مثل هذه الدراسات مثل هذه الغرض منها أنه إذا بعد سنوات بعض الناس يتهم بعض الأمراض أو المشاكل فهالدراسة تساعد تعرف شو الأدول كان يأخذها وممكن تربطها بهالدواء بس طبعا هم الكلام اللي يقولونها عشان ما نخوفح الناس فئة بسيطة من الناس اللي تعاطون الدواء حال حال أي دواء ثاني مثلا دواء السكر الأدول مثل ما قلت لكم يتأخذونها بعض فئة قليلة من الناس يتجيب جسمهم للدواء بطريقة معينة يستوي المعارض الجانبية بس هذا مو حجة أو سبب لعشان أوقف الدواء استشر الطبيب بعدين وقف الدواء ممتاز طيب نحن من استشير بعد أسمة في موضوع الإعلام الاجتماعي وما نتعرف على أهم الأشياء اللي صارت خلال 24 ساعة الماضية صبحت الله بالخير أسمة صبحتم الله بالنور وشرور وخي محمود هلأ يا أسمة نهاري سعيد نهاري سعيد ما بقى شيء على الخميس دكتورة ما بقى شيء بس يومين إن شاء الله نصمد إن شاء الله بس أبيكم لمحة على الأشياء اللي صارت عندنا أمث بي قنوات واصلوا اجتماعي بس لحظة قبل لا تعطينا لمحة هي عندها شوية مشكلة في الحساب ها ليش لا أنت ما تحسب الأثنين ها الأثنين ما نحسب الأثنين لا خلاص أنت أثنين بدأ لعنا من باجر من باجر يومين خلص الدوام على كيفكم على كيفكم تحس المسافة أقصر هاي نظرة الإيجابية تحس المسافة أقصر اوكي تفضلي يا أسمة هندي وقت مشكلة في الحساب في الحريص في السوشال ميديا قولي يا أسمة نسمعت نحن أمس نتوقع نارك إنه كان يوم كبار السن ومركز الملتغة كافي كثير وفعيد تتوقع تتكلمت عن الذكتور رسل ولكن من اليوم نحن في هذه الصحة نبدأ بزيادة الوعي عن فرطان السدي بمنى شهر أكتوبر هو الشهر كامل لتوعي بأمراض فرطان فاليوم عنا العيادة الذكية راح تكون إن شاء الله عنه فرطان من مساحة دعشرة نساحة فماش وراح نجاوب عليه كل أثئلة الجمهور ممتاز شيء وايد جميل بخصوص فرطان السدي غيرها بس يعني قبل ما نختمها ودي يعني أتكلم عن بس نفحتين قبل ما يعني قبل ما نختمها بالرسالة لكل النساء في عوامل نحن نقدر نسوي عليها كنترول في عوامل ما نقدر نحن نتحكم فيها في موضوع فرطان السدي ما نقدر نتحكم بالعمر ما نقدر نتحكم بالجينات ما رو نتحكم بوايد أشياء لكن نقدر نتحكم فيه نحن نقلل السكريات نتحكم في الأكل نتحكم في رياضة نحاول يعني نبتعد عن التدخين نتحكم في الوزن هالأشياء كلها بيدنا صحيح يمكن يعني تقينا من وايد أشياء ونبس يعني فرطانة تجي كلها فرطانة فشوي يعني فيه أشياء بيدنا وفيه أشياء مو بيدنا صحيح ولا ترمو أنفتكم إلى التهلكة صحيح يا أسماء شكرا لك يا أسماء على الرسالة الإيجابية من كل يوم ما عطتنا إلى الرسالة كل يوم واليوم عطتنا نصيحة طبية أوكي بتعطينا بعض رسالة يا أسماء ولا لا ما عطيكم رسالة يا السلام ما قلت مستعيلة عندها مشكلة في الإحساب جودة العمل تكون أكبر وأفضل إذا كان الموظفين سعداء تحرف على سعادة فريق عملك واحتفلوا معا بالإنجازات الكبيرة يا السلام شكرا لك يا أسماء شكرا لك محمود قال ما نسوتي مرة يطلعنا مرة يغيروا هي صحيح ها الرسالة للمحمود هو مدير زين لا لا هو شوفي ترى أنت تقولين هذا الكلام الحين اليوم الثاني تي ليش ما عزمتني ماذا شو خصتني يا نفيت منو أنا هي أنا لازم أدخل نفسي إن شفتم رح ودوا الموظفين وكان ليش ما قلتوا لي إذا أنت متابع المكتب مالما حمود بس لازم بس تارمو لازم نسوي مناكشات شوية شكرا لك يا أسماء حبيبتي ونهارة سعيد شكرا لك يا أسماء موضوع نسبي يعتمد في الأساس على الشخص نفسه أنت تحدد أو قرارك أنك أنت تكون سعيد ولا تكون سعيد أي ولا ثالثة لهما ما عندك مجال لأن المسألة تماما ترجع إلى اختيارك الحياة مليانة اختيارات أنت تختار أنك أنت تكون مستانس وتكون دائما في المقدمة ورقم واحد ولا خلاص يعني أنت قاعد تجني على نفسك بهذه الطريقة ولا شو رأيت بالضبط محمود اليوم الصبح كان عندي اجتماع مع ممثلين مجتمع من البرشة لهم مجموعة متعاملات يمثلون مختلف قطاعات المجتمع تابعة لمركز البرشة وكان عندنا اجتماع الصبح من من النقاط التي نقشناها هي مفهوم السعادة أنه مثلا ما نقول دائما هو عبارة عن اختيار مثلا كنا نقول أبسط شيء كل واحدة منهم كان عندها قصة مرض واحدة منهم كان عندها تصلب الويحي صلب له لوحي متعدد أو الناس سمونا MS هو مرض مزمن ويأثر على حياة الإنسان ويقع وحي السيء مشلول لو هي المريضة هذه لما ياها تصلب الويحي قررت أن تعتبره نقطة إيجابية في حياتها ونقطة تحول تغيرت حياتها رأسا على عقب من هذا المرض من أنه مرض محمود وممكن يخليه واحد مشلول ويقعد في البيت وفقدت وظيفتها ولكن هي اختارت باختيارها أن تنظر لها بنظرة إيجابية فجماعة السعادة عبارة عن قرار أنا أختار هل رح أكون سعيد أو لا مو عشان وظيفة أو راتب أو ناس أو بيت أو سيارة أو عشان اختي قالت لي أو مديري في الدوام سوالي هذا القرار ينبع من ذاتي أنا لن أبني سعادتي أنه لازم الناس يسوون شيء معين عشان أستوى سعيدة لا تنبع من الداخل أعرف تقريبا ثلاث شخصيات يعانون من التصلب اللويح ومثل ما ذكرتي هذه المواضيع يعني وايد تأثر على نفسية هذا الشخص وهذا الشخص الوحيد المفروض المرض هذا صاحب هذا المرض أنه ما يزعل صحيح قدر الإمكان ما يزعل لأنه سيأثر عليه فللأمانة شخصيات إيجابية بشكل طبيعي صحيح يعني عندهم حب للحياة وعندهم إيجابية وعندهم روح ودم يعني خفيفة صحيح وينظرون إلى الحياة دائما بسعادة أكيد محمود صحيح للأمانة يعني أحيانا أستغرب من قمة السعادة اللي هم يعيشونها هل هم يمثلون ما أعتقد لأن هذه هذه مسألة تبين عليهم على صحاتهم صحيح يعني تحية لأصحاب التصلب الويحي على روحهم الجميلة على يعني الإيجابية اللي يعيشونها واللي ينشرونها على الناس اللي حواليهم دكتورة صحيح وفيه شخصيات يعني بعد مشهورة أنا ما بغير يذكر أسماء ولكن يعني الناس يعرفونهم والناس يعرفون أن هذين الناس عندهم إيجابية دائما في حياتهم صحيح محمود فتحية لكل إيجابية لكل شخص ينظر إلى الحياة بجانب يعني مشرق وهذا اللي دائما نحن نسعاله وهذا اللي دائما نحن حكومتنا وقيادتنا الرشيدة دائما ما تنظر لهذه يعني وتشجع على النظرة الإيجابية والتفاؤل لأن الواحد وهو ساير الدوام من يصبح يحط في بال أن لا أنا ساير مكان أستمتع فيه مكان أقدم فيه يعني خدمة كبيرة لهذا الوطن حط في بالك هذا الشيء حتى أحيانا يعني أنا تضايق من بعض الملاحظات التي كيف أنتوا تقولون نحن أسعد شعب وانتوا ما ياسين تقدمون الخدمة بشكل ما دريك هذا وانتوا ما صحيح لا يا أخي أنظر للجانب الإيجابي في المسألة نحن أسعد شعب لأن حكومتنا موفرة لنا التعليم الصحة المتطلبات الرفاهية محمود الرفاهية موجودة الأمن اللي نحن عايشين فيه صحيح فكل هذه مقاومات للسعادة أيضا إذا كانت عندك ملاحظة على أي خدمة في أي دائرة حكومية أو في أي مكان هذا خذ من جانب أنك أنت تبغي تطور ليش؟ عشان تزيد مستوى السعادة عند العميل أكيد مو بأن العميل مو بسعيد لا تزيد مستوى السعادة صار سقف التوقعات دائما أعلى دكتورة فعشان تي دائما نقولكم اللي عنده أي شكوى على المركز البرشة بالتحديد يتصل علينا شو رأيت؟ لا لديه أي شكوى على المركز بشكل على المركز البرشة يقدم كم ملاحظوا يتفضل عندنا في المكتب عندنا مكتب جميل في مركز البرشة شاي قهوان ضيفكم نستمع لكم وإن شاء الله ما تطلعون أراضي وهذا جزء من تحقيق الرفاهية نتكلم عن يعني فيه شغلة جميلة اللي هي أارت فيرست المزاد الخيري الأول من نوعه في الشرق الأوسط فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين وكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا صحة وسعادة برنامج نتقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصية على 4006 ولايف على نور دبي وهيئة الصحة بتباية على الإنستجرام طيب الحين كان فيه سؤال يقول علاج البروتين المرتفع في البول وانتو بكرامة من سنتين عن طفلتي عن طفلتي وعدم استجابة للعلاج الحل و دكتورة شو جاوبتي قلت له غير الطبيب ما في مشكلة في ناس عبالهم أني أنا لو تبعت مع الطبيب وغيرتها مثل خيانة للطبيب يعني كيف أنا عالج تبعت مع سنتين لا بس ابحثني عن رأي ثاني وثالث ورابع وخامس خصوصا المشاكل اللي ما نحلل لأن كل طبيب يعالج موجهة نظرة وممكن نفس الدول مع مختلف الأطباء لطريقة إعطاءها تكون مختلفة تكون عالج مختلفة فما في مشكلة طيب عمرها تسع سنوات ستشيري أكثر عن طبيب اليوم مو حلقة عن سرطان الثدي العيادة الذكية اليوم بتكون عن سرطان الثدي على طول بعد برنامجنا اللي حاب يتابع العيادة الذكية على دي اتش اي اندرسكور دبي بتكون عن سرطان الثدي طيب العامل الإنساني والمجتمعي هو مضمون الرسالة النبيلة اللي دايما ما تحملها يعني هيئة الصحة بدبي اليوم حلقتنا فيها العديد من الأمور الإنسانية ولكن ما نتحدث عن حدث فني خيري تعرض فيه الأعمال الفنية اللي يتم التبرع بها من قبل الفنانين وتباع في مزاد لجمع التبرعات لدعم شو دكتورة؟ برامج مؤسسة نوردبي العالمية اللي تركز على المقايمة لعاقات البصرية طبعا أرت فيرس المعرض الفني والمزاد الوحيد في الشرق الأوسط المختص لإعادة الأمل لملايين من الناس الذين يحلمون بنعمة الإبصار أو العلاج من أمراض تسبب الإعاقة البصرية نحن نتكلم عن هذا الحدث مع الأستاذة نورا الكوكا مدير مشروع مدير مشروع في مؤسسة نور دبي صباح شرلا بالخير نورا أهلين محمود كيف أك؟ صباح الخير صباح شورد أول شيء عطينا فكرة عن هذا المزاد أهدافه ومتى يعني التاريخ تاريخ أو الهيستري مال هذا المزاد متى بدأ وشو الأهداف اللي يسعى له أكيد أرت فور سايت مثل ما تفضلت حدث فني خيري تنظمه مؤسسة نور دبي مع مجموعة من الفنانين سنويا الفنانين بيتبرعوا بأعمالهم الفنية لتبع بمزاد خيري تديره شركة كريستيز ويعود ريع الفعالية لمؤسسة نور دبي طبعا بلش هالمشروع مع طفلة من مرضى نور دبي اسمها فاطماتا من مالي استعادت بصرها من خلال عملية جراحية قام بها مؤسسة نور دبي وأبهرت هاي الطفلة الأطبة بعد ما شفيت من العملية بدأت ترسم بالألوان وكان طريقتها الوحيدة عن التعبير عن فرحتها وسعادتها باستعادة بصرها من خلال الرسم جميل وأتت الفكرة من من هاي الطفلة ورسالة المشروع كله هو تكريس الفن لاستعادة نعمة البصر وإعادة الأمل لملايين المحتاجين ومثل ما حكا محمود هو المزاد الخيري والمعرض الوحيد في الشرق الأوسط المختص بدعم برامج مكافحة العمى عالميا ومحليا وهذا المعرض بيهدف أيضا لدعم الفنانين العرب بشكل خاص بشكل عام والفنانين الإماراتيين بشكل خاص وتحفيزهم على المساهمة بأعمال الخيري هايس بهذا العام سيقام المعرض في حي دبي للتصميم بتاريخ 11 أكتوبر تزامنا مع اليوم العام المي للبصر ممتاز وين الحي حي دبي للتصميم دي ثري دبي ديزان ديستريكت اوكي تعرفين المكانها اعرفة على شارع الخيل في المخرج يقول لك حي دبي للتصميم اوكي اوكي طيب انا بشو غير أرجع للتاريخ نورة خبريني عن الأعوام السابقة شو اللي حققتوا في هذا المزاد طبعا المعرض انطلق بعام 2011 وشهد نجاح كبير في في إثراء المنطقة عبر توفير منصة للفنانين وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار بالعمل الخيري وطبعا خلال السنوات الأخيرة رح أتكلم عن 2015 بالزاد اللي هو كان آخر معرض لنا تم بيع أغلى لوحة في تاريخ الفن الإماراتي بمبلغ 14 مليون درهم ما شاء الله ما شاء الله وهي من أعمال الشيخة لطيفة بنت مكتوم آل مكتوم وتحمل عنوان المحافظة على الهوية وخصصة طبعا الريع كله لتمويل برامج العلاج لنور دبي وهذا الشيء طبعا إحنا كتير فخورين فيه وإن شاء الله منتأمل بالمعرض هاي السنة نحقق نجاح ممتاز المزاد تقريبا كمية الريع اللي يجمعها هذا المزاد وهل يكفي نغطي كل احتياجات مرضى التابعين لمؤسسة نور دبي هكذا احنا كل سنة نخصص الريع لمشروع مختلف مثل ما انتم تعرفوا نور دبي عندها مشاريع عالمية صحيح ومحلية بالأعوام السابقة كنا نستخدمها للمشاريع الخارج الدولة مثل مشروع التراخوما في منطقة اثيوبيا او المخيمات العلاجية اللي تقام باسيا وافريقيا هاي السنة خصصنا سيخصص الريع ان شاء الله لبناء مركز اعادة تأهيل لذوي الاعاقة البصرية في دولة الامارات ممتاز وهاي اول مرة احنا نسوي هذا الشيء طبعا مشروع هاي حيكون مشروع كبير على كزا سنة وان شاء الله البداية رح تكون بارت فور سايت ممتاز هالمعرض هو بالعادة كل سنة كل سنة بس السنة الماضية اخذنا بريك عشان تجهزون لمفاجآت جديدة خبرين عن الجديد الاكثر غير غير الريع انه بيروح لمركز متخصص لعاقات لعاقات البصرية شو الجديد عندكم في 2017 ما خلال هذا المعرض خلي شمية مفاجآت محمود زي المجال مفتوح لأي فنان يبغي يشارك ولي تمتص فيها للاعمال الموجودة لا هي احنا منبلش المشروع من قبل ثلاثة الشهر نبعت مثل اوبن انفتيشن للجميع اللي بيحب يشارك معنا فيه طبعا فنانين خلال السنوات الماضية شاركوا معنا بانتظام وهدول دائما بنبعت لهم دعوة خاصة ونحن بعت كذلك نوهنا في برنامجنا اللي حاب يشارك في هذا المزاد تتنوهنا قبل صح مزبوط فبهالسنة عنا خمسة وثلاثين فنان يتبرعون بأكتر من أربعين عمل فني ممتاز منه اللوحات منه هذا من الأشياء الجديدة رح يشارك معنا هاي السنة دماسل المجوهرات بمجموعة جديدة اسمها بريل دبي فكمان مناسبة مع المجوهرات تنعرض في المعرض نعم أول مرة شو المجوهرات يعني هي اسم المجموعة بريل دبي هي أساور مكتوب عليها بطريقة بريل ممتاز رسائل حلوة مثل الحب السعادة فاخترنا كم من أطعام ونتأمر وهذا تبرع من من الشركة من دماس ممتاز للمعرض هذا يعني الفكرة جميلة أن أنا أقيم معرض فني دكتورة هذا المعرض الفني أنت يعني عشان تستمتع باللوحة لازم تشوفها صح ولا صحيح أنا هذا المعرض مسونا علشان أدعم الناس اللي ما يشوفون صحيح فهذه الفكرة فكرة جميلة جدا أني من خلال الفن أوصل رسالة أنزين لأن الشخص اللي ما يشوف هذا ما قادر يستمتع بهذه اللوحة بجمال هذه اللوحة صحيح فنحن يعني نتمنى لكم كل التوفيق نتمنى لكم تحققون نتائج عالية وأيضا ندعو رجال الأعمال وندعو الشخصيات اللي 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 الموجودة في المجتمع أن يساهمون في التبرع في هذا الحدث محمود في نقطة مهمة مهم قادة من الدماس بيشترك معهم في شيء اسمه مسئولية مجتمعية يا جماعة كل واحد فينا عنده مسئولية مجتمعية سواء كنت فرد أو شركة أو محل أو بزنس كبير أو صغير جزء من المسئولية المجتمعية مالتي أن أسافي مثل هذه الأشياء أن أتبرع مثلا بلوحة حتى أعتقد مثلا أنا مفنانة ما عندي لوحة ممكن أتبرع بجهدي مثلا معاكم في هالمعارض أكيد بزنس كبير بشير وحدة من الأساوة حلوين والله عم بيتخانقوا عليهم إذن هذه دعوة للجميع للمشاركة في هذا المزاد وإن شاء الله يا رب يعني يكون يعني العائد من خلال هذه اللوحات عائد كبير للمساهمة في مركز متخصص شو سميتو؟ إعادة تأهيل لدول إعاقة البصرية مركز متخصص لإعادة تأهيل لدول إعاقة البصرية سوف يتم إنشاءه في دولة الإمارات العربية المتحدة فهذا هو الغرض الرئيسي نتمنى لكم التوفيق شكرا لك شكرا لك أستاذة نورا الكوكا مديرة المشروع في مؤسسة نور دبي شكرا لكم وننتظركم إن شاء الله الأسبوع الجاي في معرض أرد فرسايت تاريخ 11 أكتوبر 11 أكتوبر فاصل دكتورة وبعد الفاصل عندنا موضوع ثاني خيري وإنساني ونتكلم فيه مع الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة قبل الفاصل قلنا من الصديف معنا الساس سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بيحدثنا عن المزيد من التفاصيل والأهداف اللي يحمل المكتب ومجمل ما تم إنجازه من جانب المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المرضى المعسرين من بداية العام لين اليوم لين اليوم تقريبا لأن دخلنا الشهر اليديد صح ولا ها دكتورة بس نذكر بأرقام التواصل اللي عند لأن أحيانا يتصلون فينا على بعض المساء الخاصة بالخدمات الإنسانية في هيئة الصحة اللي عنده أي سفسار ممكن يتصل فينا على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة أو يكلمنا على الانستجرام لايف نور دبي وهيئة الصحة في دبي دي اتش اندر سكور دبي طيب هنا في عنا مجموعة أسئلة بس خلينا نقراهم على السريع دكتور محمود دكتورة نادية نادية صباحكم عسل على قلوكم عندي موضوع مهم ممكن تواصل معي أخوكم بعبد الله ممكن شوفينا الموضوع ميرا لأن الرقم أنا ما أدري كم آه لا واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي موضوعين حبيت أتكلم فيهم وتسمعوني تحكموا الموضوع أنا محتاجة للمساعدة طيب هذا كل أول مرة آه آه لا هذا موضوع خاص بالبث المباشر ما بيكون عندنا نحن نزين هنا يقول أرجو الاتصال بتصلي فيه بعد يميرا خلينا شوف شو يبغي السلام عليكم ممكن اتصال تحت الهوى بغيت أسأل محمود عن دراسة حصائية ولكم الشكر محمد بعد كلمي يميرا شوفي وعبد الرحمن حصائي ما شاء الله عليه دايما متابعنا ويصبح إليكم عموما نرجع لموضوعنا الرئيسي نبدأ عن مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع يا سالم المكتب اللي من غير أبواب السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم مشكورين أظن أننا خلال شهر مرة ثانية ستتظافتوني دائما سنسعد باستضافتك تعطي روح إيجابية لبستوديو يعطيكم العافية طبعا نذكر بأن رأية الهيئة مجتمع أكثر صحة وسعادة يعني فهذا هو رأية الهيئة يعني فمكتب الخدمات الإنسانية دائما هو يعني نحاول نسعد المرضى المعسرين وننفذ برامج تدعمهم يعني يعني من خلال الهيئة الصحة يعني صحيح ممتاز أقدر أتكلم عن بس إنجازات مهيئة الصحة في عام الخير يعني كان إحنا في خلال بداية السنة أطلقنا ثلاثين مبادرة الحمد لله لغاية آخر تغرير يعني تم تطبيق أكثر من ثلاثة وعشرين مبادرة لين اليوم يعني وحققنا يعني نتائج طيبة يعني فيها في البرامج اللي تم إطلاقها كلها تحت مظلة يعني المجالات لهم أطلقت في عام الخير فكلها كانت تحت مجتمع مسؤوليتي يعني مجتمعي مسؤوليتي فنفذت يعني خلال هيئة الصحة العديد من المبادرات وأغلب المبادرات اللي تم تغطيتها يعني من خلال مكتب الخدمات الإنسانية أو الإدارات الأخرى يعني اللي في هيئة الصحة يعني ممتاز هال المبادرات هل كان في تعاون بيكم بالمؤسسات أخرى في تنفيذ مثل هال المبادرات طبعا نحنا كانت توجهة هنال المبادرات هذه يعني وخاصة Legionat المبادرات اللي فيها كلفة يعني كانت من خلال الشراكات يعني من خلال المؤسسات المجتمعية من خلال الشراكات مجتمعية فنفذت على هالأساس ممتاز ها مثل ما كنا نقول محمد قبل الفاصل عن المسئولية المجتمعية لنا كأفراد ومؤسسات وشركات إننا نساهم في التطوع وفي مساعدة المعسرين سالم إذا ما نتكلم عن نوعية الأمراض اللي يدخل المكتب للتخفيف عن أصحابها وأيضا نبغي أرقام وحصائيات في هذا المجال نحن طبعا خلال السمتين الماضية بدنا نطلق مبادرات نوعية بدل ما يكون علاجات عادية تكون مثلا مبادرة باكج كامل فأطلقنا مبادرة أنقذ قلبا وهذه مبادرة كاملة على طريق المشروع كامل من بداية الشك في الذبحة الصدرية إلى القصطرة إلى تأمين علاج لمدة أربعة لست شهر إلى تأهيل القلب فالبرنامج المريض اللي يدخل في البرنامج هذا يأخذ الخدمة هذه وتكلفتها من عشرة لأربعين ألف تقريبا الحمد لله نحن العام الماضي قدرنا يعني أو خلال السنة هذه قدرنا نغطي أربعة وخمسين حالة وطفنا لفوق المليون درهم يعني تكلفة علاجهم طبعا هذا كله من المسؤولين المجتمعيين للأخوان المحسنين يعني وأصحاب الأياد البيضاء أطلقنا مبادرة مع نوردبي طبعا اللي هي مبادرة عيون فنحن كنا الجانب أو المرضى اللي هم مرضى العيون اللي في الدولة الأخوان في مؤسسة نورد العيون يعني وكلنا نحن ندرس الحالات ونقيمها ونعملها العمليات من خلال مستشفيات هيئة الصحة يعني فحققنا أكثر من ممكن خلال السنة هذه أكثر من 22 حالة تقريبا مبادرة غير حياتهم وهي مبادرة اللي هي المرضى الكانسر بشكل عام والسلطانات بالاتفاق أو بالتنسيق ويا الإمارات اليوم وبنك الإمارات أو بنك دبي الإسلامي ومع بعض المتبرعين مثل خلف الحبتور مثل الزرعوني فغطينا أكثر من 91 حالة خلال يعني من رمضان لنا الحينة وطفنا تقريبا لأربع مليون وحاجة يعني وعندنا مبادرة اللي هي العيادة النفسية اللي هي المرضى النفسيين اللي هم يحتاجون أدوية معينة وطبعا أدوية النفسية دايما غالية دكتورة تعرفين صحيح فغطينا إحنا خلال المبادرة هذه إحنا أكثر من 37 حالة بمبلغ يعني فوق 63 ألف درهم يعني كمرحلة أولى وعندنا العيادة التطوعية التخصصية في مستشفى لطيفة بالتنسيق مع إدارة مستشفى لطيفة ودوامها يكون بعد العصر أو بعد الظهر يعني بعد دوام رسمي لأن خلال شهر أو خلال الشهر هذه غطينا تقريبا أكثر من 46 حالة وصلنا فوق 50 أو 60 ألف درهم يعني تغطية الحالات هذه يعني ممتاز ما شاء الله عليكم طيب سالم إذا ما متكلم عن أن الاستفادة من هذه الخدمات أكيد في لها شروط معينة خلنا نعرف شو هي الشروط اللي أنتوا حاطينها لأشخاص اللي ممكن يسفيدوا من هذه الخدمات طبعا الشروط الأساسية اللي هو مثلا مقيم في الدولة يعني ونحن سميها الأهلية يعني بالنسبة للمريض هذا بعد دراسة الحالة وتقييمها أنه مؤهل أن يدخل البرنامج ممكن نحن لدينا المشاركة في التكلفة في بعض البرامج اللي هي مع شركات الأدوية والبرامج الأدوية اللي إحنا أطلغناها إحنا أطلغنا أكثر من حين بنوصل أكثر من 50 برنامج ذوائي يعني مغطى عن طريق برامج الأدوية هذه وهاي كلها برامج تعتبر مكلفة يعني صحيح فالحالة دائما تقيم من كل الجوالب ماليا واجتماعيا حتى اللي هو نحن سميها ظروف الحياة المعيشية بالنسبة للمريض هذا فكل هذه كنا ندرسها وبعدين نغيم الحالة على أنه متى يبدأ البرنامج ونضمن له أنه مثلا خاصة للعلاجات اللي هي نحن سميها السرطانات والأشياء هاي تبغي لها أنك تضمن له برنامج كامل يعني ما بنك تبدأ له بجرعة أو جرعتين وتوقف فما يدخل البرنامج اللي نحن نكون ضامنين له الجرعات هاي كاملة تكون متوفرة له ممتاز طيب الشروط الإدارية اللي هي تحتاجون أن يكون مقيم من عند عند إقامة من إمارة دبي نحن في بعض العلاجات بدأنا نطلع من يعني حدود دبي ممتاز اللي هي المراء البرامج الدوائية خاصة أوكي بدأنا نستقبل حالات من كل الإمارات لأن مستشفى دبي مثلا يغطي المناطق الشرقية كلها وخاصة الأمراض اللي هي الأمراض العصاب والسرطان والأشياء هذه كلها تغطى في مستشفى دبي تقريبا فإحنا ما ضيقنا المسافة إحنا نستقبل حالات من كل الإمارات تقريبا في الأمراض هذه يعني إحنا ممكن غطينا أكثر في آخر تغرير يمكن وصلنا يعني لنا الحين يمكن 100 مليون درهم تكلفة البرامج اللي طبقناها خاصة البرامج الدوائية يعني فهذه على عام من لكل الإمارات ممتاز أستاذ سالم طبعا الأمراض التي شرحت لنا من مبادراتنا أمراض تستلزم أدوية لفترة طويلة وبعض أدوية هذه جدا مكلفة ففيه سقف أعلى لكمية الدعم اللي ممكن توفرون للمرضى أو هو مفتوح حسب الحالة الصحية يعني نعطيك مثال مثلا أنتو كنتوا تكلمتوا عن التصلب اللويحي صحيح التصلب اللويحي تكلفة علاجه السنوية تقريبا وخاصة في جرعات علاجية معينة يوصل 260 ألف درهم صحيح صحيح بفضل هالبرامج نحن يمكن المريض ما يحس بالمرض هذا يعني بأنك إذا مثلا وقفت عن الحقنة اللي يأخذها ممكن يتعرض مثلا النوع من الشلال صحيح النوع من هذا فالعلاج هذا دائما نحن موفرين يمكن أكثر من 80% من قيمة العلاج موفرها من خلال برامجنا هذه يعني ممتاز أنا بأخذ تفاصيل أكثر عن هذه البرامج أستاذ سالم بس خلنا نأخذ أبو عبد الله معنا مرحبا أبو عبد الله صبحك الله من خير يا أخي صبحك الله من نور السرود فضل أخي دكتور نادس نحيلي على طرح يمكن كتبت نادية ما في مشكلة أخي ما في مشكلة كلها ما أسمع كلها أسمع حلوة خير خير إن شاء الله إن شاء الله موضوعي إذا شاء الله خير أنا كحكم شغلي إني أشوف أشياء وائدة في المحلات الصغيرة مثل الذكاكيم والبقالات والأشياء هذه مثل مثل الأدول مثل البنادول مثل الشراب هذا الصغارية يعني يكمل على سنة أو يكمل على ستة شهور أو ثلاثة شهور ممكن ينتهي أنا أشوف دائما إنه موجود في المحلات هذه صحيح مش عارف يعني ما أقدر أبرح يعني السؤال وايد بس هذا يعني إنك لعامة الناس هذه صحيح وأنا أقول يعني شو ما قلت والله مش عارف واضح سؤالك واضح سؤالك ما يهمك يتوصلك الإجابة إن شاء الله شكرا لك نهارك سعيد إزاكم الله إزاكم الله طبعا محمود هي من قول ممكن نقول عنها مشكلة إنها توفر أدوية اللي يسمون نحن over the counter over the counter اللي لا تحتاج وصفة طبية موجودة في بعض الأماكن دوري أنا كم استهلك إن أنا ما أسير أي بقالة وأقول لها عطني من هالدوة ولا محمود بعد البقالة تساومك تبا حبة تبا حبتين تبا شريط ويحسب لك يعني على حسب هي على حسب وأنت تبا دوري أنا كم استهلك أصلا ما أشجع هذا بإني ما أشتري ترى ما شاء الله صدريات منتشرة أشتري من المصدر الموثوق الصيدلية ترى جماعة البقالة وهذه البقالة الطفل المكيف في الليل عشان تحافظ على الكهرباء وجهة نظري أنه يكون فيه تدخل من الجهات المعنية في منع مثل هذه الممارسات لأن هذه ممارسات خاطئة جدا أنا ما اعتمد على وعي المستهلك في هذا الموضوع لا أنا اعتمد على قرار يكون موجود إن شاء الله ما نحاول نتواصل مع دكتور أمين الأميري في هذا الموضوع ما نتكلم فيه ما نشوف مين الشخص المعني في هذا المجال فأنا مع أبو عبدالله في ملاحظة ملاحظة في مكانها ونتمنى إن شاء الله بالإضافة إلى الوعي أن يكون هناك فيه قرار نرجع للسلسالة سلسالة يعني البرامج اللي أنتم تطرحون كلها موجهة لغير المواطنين لأن المواطنين العلاج عندهم مجاني لا طبعا فيه برامج نعرضها للمواطنين مثلا في التأمين يغطي جزئية معينة في مثلا الأجهزة الطبية أو لهذه فنحنا ندخل وهي تغطية الأجهزة الطبية بعض المرضى مثل السر مثل الفنتليتر مثل الويلتشير فنحنا نكون جزئية يعني يمكن نغطي جزء كبير منها عن طريق المكتب يعني غير أن بدنا نحين نحن ندرس طبيعة بعض البيوت بالنسبة للمرضى هذه عساسا أنها تكون مناسبة للمريض ومناسبة لمقدم الخدمة صحيح من المشاريع لشغالين ويها مع شعبة الخدمة الاجتماعية في الرعاية الصحية أن ننفذ هذا المشروع إن شاء الله قريبا ممتاز ممتاز يعني الخدمات تقدمونها تتجاوز مجرد أن في حالة مرضية ولكن حتى لين البيت مثل ما قلت تفضلت أن تتجون البيوت تتشوفون هل هي مهيئة لاستقبال المريض طبعا لأن في بعض الأمراض لازم يكون البيت نفسه مهيئة مثلا مثلا تصالوا باللوحي ممكن يكون عنده مشاكل لازم يكون مثلا الغرفة تكون في الطابق الأرضي ما في سلالم الأرضية زينة ما في مخاطر تخليه مثلا ممكن يطيح المريض فهذا يعني امتداد رائع في مستوى الخدمات المقدمة إنه ما تنحصر فقط فندفع مبلغ ونعالج المريض ونخلص فهذا شي جميل نحن نفذ نتسنب مع الأخوان في هيئة الطرق بمناسبة عام الخير طبعا توفير الأجهزة الطبية أو الكراسي المتحركة الكهربائية فنفذنا وياهم لنا الحين يعني عدد من الكراسي هذه بالاتفاق وياهم مبادرة كانت منهم ونسقنا مع المرضى وصار الحمد لله أن فيه أكثر نحن قطينا يمكن أكثر من 18 حالة لغاية الحين من مرضى اللي هم أصحاب الهمم اللي يحتاجون الكراسي أطفال وكبار سن أو أصحاب الهمم يعني كل مجموعة أنا عندي سؤال لست سالم بس على السريع إنه إذا المريض هذا علاجه يطالب علاج متخصص ممتوفر مثلا في الهيئة لازم ياخذه في مركز متخصص غير تابع الهيئة فكيف ممكن هل ممكن تساعدونه في الحالة في بعض العلاجات يعني مثلا في علاجات طبيعية مثلا أو علاجات ممتوفرة في الهيئة نحن عندنا برنامج علاج اللي هو بالتنسيق مع بيت الخير برنامج علاج خصصنا للحالات اللي هي خارج الهيئة مثلا ممتاز يعني فبالتعاون يالصندوق هذا وصندوق علاج ننسقوا إياهم العلاجات الخارجية طيب أنا هني السؤال المهم عندي بالنسبة لست سالم كيف ممكن اللي يبغون يستفيدون من البرامج المطروحة من عندكم كيف ممكن يتعرفون عليها وكيف يتواصلون معاكم هذا السؤال من جانب من جانب ثاني اللي حاب أنه يساهم من رجال الأعمال في مثل هذه المشاريع أو يعني الناس أصحاب الأياد الخيرة كيف ممكن أنهم يساهمون فخبرنا عن أرقام التواصل معكم طبعا نحن المكتب الخدمات الإنسانية فيه رقم للدعم أو للمساعدات رقم حساب موجود ممكن حتى مثلا طويل شوية فممكن نقراركم رقم الحساب من حطه عندنا في الحسابات التواصل إيانا طبعا مكاتبنا دكتور أو السيد الحمود المعروف لمكاتبنا غير أبواب طبعا على ممكن رغم 04219 7474 أو 2197406 2192323 يعني ممكن التواصل إيانا في استفسار أو نظام حتى التبرى كذا أو حتى إذا حد يبغي يتعرف على البرامج اللي موجودة عندكم عن طريق الأرخام اللي ذكرها السيد سالم 21904219 7474 2197406 2192323 سأسالم نحن الوقت تخلص عندنا كل ما أخيرة تبغي تقولها قبل ننهي نهيب بالأخوان المتعاونين دائما أن نشكرهم على دعمهم دائما للهيئة يعني ولبرامج نحن عادة عندنا دائما المتطوعين يبغون يتواصلون بعد كذلك وممكن على نفس الأرخام يتواصلون معكم في برامج التطوعية أول على 2-5-2-5 له 2-1-9-2-5-2-5 لهي مسؤولة التطوع ممتاز جدا إذن كل الشكر لك السيد سالم بالله مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع على هذه البرامج ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ودائما نحن موجودين ندعمكم في كل البرامج اللي أنتو تطرحون للأمانة اللي أنتو تسوون يعني شغلة جميلة جدا تفك يعني دكتورة كراب عن الناس صحيح محمود خصوصا ما تي عند الصحة يعني إحنا دائما نقول إن الإنسان يقدر يصلح كل شي بس مشكلة ما تي عند الصحة لازم يعني لازم تصلح مثل ما نقول أو يعالج صحته عشان يقدر يقوم يا جماعة الخير اللي ما عنده تأمين يعمل له تأمين التأمين الصحي مهم جدا بيساهم في يعني تخفيف الأعباء اللي عليك يعني حد يقول يعني في حالة من الحالات يأتني وحدة من الخوات كل سنة تسوي تأمين حق أمها وما ماطع يسير الدكتور ولا أي شيء السنة هذه ما سوى التأمين نعم نعم زين وتكاريف علاجه سبعين ألف درهم تقول لي ما توقع ما توقعنا أن تمرض في السنة لأنا مهم صحيح فقررت أن الأم خلاص بيع مو بقادر أن تتحمل الألم وتذف فتقول هذه السنة يعني أنا قلت بوفر هذا المبلغ لأن أنا أدفع مبلغ كبير حق ديمين الوالدة فقلت بوفر هذا لكن هذا خطأ للأسف عموما وصلنا لختم حلقتنا اليوم غدا إن شاء الله لنا مواضيع جديدة حتى ذلك الوقت ميرا لغفلي مشكورة ما قصرتي وشكرا لك دكتورة نادة شكرا لك ودمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي